رح داريوس الى بيته احزين مش كده طبعا لا يقارن بحزن المريمات وبحزن يحنى لا يقارن لكنه بيحب دانيال فذهب الى بيته وبات صائما يعني ايه متنسك يعني لا مالوش نفسه مالوش نفسه ثم ولم يوتى قداموا بسراريه ليه السراري ايه وطار عنه نومه ما بينامش ثم قام المالك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا الى جوبة طب وليه تبعد يا جلالة المالك ما تبعد حد ده انت عندك احنا قرينا كده في عدد سبعة وزراء وشحن ومرازبة ده حتى في كلام احنا مش فاهمين ومشيرين واول ما تبعد حد من دول لا عايز عاوز يروح بنفسه يتطمن على حبيب وصديقه دانيال ونادى دانيال بصوت اسيف دانيال اللي انا بنادي عليه ده في بطن الاسود من مبارع هو في حاجة فضلت فيه فنادى دانيال بصوت اسيف يا دانيال عبد الله الحاجة هالالهك الذي تعبده دائما يا رب سعدنا عشان مش نبقى بتوع عبادة موسمية مصلحية حين ما يصره لما الظروف تتعدل لكن الهك الذي تعبده دائما نعبد على طول يا اخوة قدر على ان ينجيك من الاسود فتكلم دانيال مع الملك يا ايها الملك عش الى الابد الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود لما تقرى مصمور اتنين وعشرين تقرى تعبير عجيب ومن قرون خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي طب هو المسيح كان في اسد فين الاسد الاسد اللي هو الشطة ولما بولس بيقول انقصته من فم الاسد يقصد الشطة وهنا بس كان قصود حرفية دانيال مع المسيح كان الاسد اللي هو ابليس خصمكم كاسد زائر لم تضرني لان وجدته بريئا ده بالنسبة دانيال بس المسيح اتضر مش كده تألم ومش هنعرف الامه يا اخوتي كما ذكرت ولا هنا ولا لما نوصل الابد الامش هنعرف قدي تألم كم تألمت على عوض الصليب ولا سيما في ساعات الظلمة السلاسة يعني احنا شوية قادرين نفهم اللي حصل في ساعات النهو شوية اتخ انا ما تدقش في ايده مصمار لكن اقدر اتخيل شوية يعني ايه الام مصمارتي يتحط في الاجلين اقدر اتخيل الام اكليل الشوكة على رسم مع ان ما حصل ليش انا بس اقدر اتخيل لكن مين يقدر يتخيل عندما من العلاء ارسل نارا الى عظامي فصرت فيها مين يتخيل ويفهم استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي اضرب الراعي مين يتخيل مين يفهم احباي ما نقدرش نفهم انا عارف والمسيحية مليانة بحاجات فوق الادراك ليس ضد العقل فوق العقل اشتركوا في القناة